فوائد الثالثة من فوائد هذه الآية المباركة بيان علو شأنه صلى الله عليه وآله وسلم ورفعات ذكره بيان علو شأنه ورفعات ذكره صلى الله عليه وآله وسلم ليه؟ لأن الله عز وجل إنما صدر الكلام وقدم بأنه يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم وقلت لحضرتكم أن المقصود بالصلاة هنا سناء الله عز وجل على رسوله عز وجل وما هذا إلا لتشريفه ولمكانته ولحب رب العالمين سبحانه وتعالى له ورفعة لذكره صلى الله عليه وسلم ثم أمر الله عز وجل بعد أن بيان أنه يصلي عليه يثني عليه ثم بيان أن الأنبياء وأن الملائكة تدعو له كما ذكرت صلاة الملائكة دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤمنين أن يصلوا عليه وأن يدعو له أن يدعو له المؤمن والمسلم في صلاة وغير ذلك فهذا بيان لتشريف رسول الله ورفعة ذكره كما ذكرت لحضرتكم الفائدة الرابعة الأمر بالصلاة عليه الأمر بالصلاة عليه يعني الأمر بالصلاة عليه معلوم معلوم أن الأمر الأمر يفيد الوجوب إن لم يكن هناك صارف أو قرينة تنقله من الوجوب إلى الاستحباب والقصة دي جماعة مهمة جدا لسيما لطلاب العلم لأن أحيانا يأتي أمر في القرآن أو في السنة خلاص ويكون هذا الأمر دالا على الوجوب فيصرفه بعض الناس إلى الاستحباب دون أن يرى سببا شرعيا وعلميا لأنه يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والعكس أحيانا يأتي أمر صريح خلاص فيصرفونهم من الوجوب إلى الاستحباب أو من الاستحباب إلى الاستحباب كما ذكرت بدون صارف شرعي أو علمي معتبر عند أهل العلم ليس من اختراع الهواء ليس من اختراع الهواء لأن نحن نرى أن نصوصا كثيرة بترد في هذه الآونة بترد سواء النص هذه من الكتاب أو من السنة لا لشيء إلا لهوى في النفس فقط لا غير هوى فقط لكن لا عنده يعني دليل شرعي ولا عنده مثلا قاعدة علمية ولا قاعدة أصولية ولا قاعدة يعني تعضض ما يقول هذا الإنسان يبقى الأمر في البداية كده بيوفيد الوجوب ما لم يأتي صارف أو قرينة تصرفهم من الوجوب إلى الاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب زي إيه؟ اتفقنا أن الأصل في فعل الأمر الوجوب يعني إذا جاءك أمر افعل يبقى هذا واجب أن تفعل طب إذا جاءك نهي لا تفعل فعل أمره يبقى هذا أيضا لا ينبغي لك أن تفعل وهذا النهي لا بد أن تلتزمه إلا أن ترى لهذا الأمر أو لهذا النهي صارف كما ذكرت في موضع آخر في آية أخرى في نص معين في هذه الحالة ممكن يكون الأمر يفيد لاستحباب أو يفيد النذب أو ملذ ولذلك غالب أهل العلم يرون أن الصلاة والسلام يرون أن الصلاة والسلام واجبتان على المؤمنين بدلالة هذا النص بدلالة هذا النص يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كمان استدلوا بوجوب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحاديث كقول للنبي عليه وسلم أن جبريل أتاه ثم قال شقي قال للنبي عليه الصلاة والسلام شقي عبد شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك يا محمد فقال النبي آمين فقال النبي آمين